مسيرة دور للضيافة في عوام تأسست شركة دور للضيافة في 27-12-1976 للميلاد الموافق 5-1-1397 للهجرة في مدينة الرياض وكانت تعرف بالشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية شراكو سابقا عام 1978 تعاقدنا في هذا العام مع شركة ماريوت العالمية لإنشاء فندق ماريوت الرياض كأول فندق لمجموعة ماريوت العالمية في الشرق الأوسط وعدد من الفنادق الأخرى في الرياض والظهران عام 1983 أطلقنا أول علامة فندقية سعودية بمعايير عالمية والتي توسعت لاحقا لتتضمن سلسلة الفنادق المعروفة بفنادق مكارم حاليا والمنتشرة في أنحاء المملكة عام 1994 انطلقنا في مرحلة جديدة وهي تشغيل امتلاك الوحدات السكنية كافلة لداراق عام 2008 توقيع ثلاث اتفاقيات لإنشاء فنادق مكارم أم القرى عام 2008 ومكارم البيت عام 2008 ومكارم ميناء عام 2011 وذلك بإضافة قرابة تسعمائة غرفة فندقية لمحفظة التشغيل عام 2012 طورنا أول أجنحة فندقية وهي ماريوت للأجنحة الفندقية الفخمة في الرياض والتي امتازت بطابع الأعمال لتوفير مناخ مناسب للعمل والراحة في الوقت ذاته طورنا أول كورتيارد في الرياض وهو أول فندقية مفتتاحه من سلسلة فنادق كورتيارد في المملكة عام 2014 في هذه السنة أعلننا عن خطة التحول الاستراتيجي التي تتضمن إعادة توجيه بوصلة الشركة إلى التركيز في التطوير العقاري والفندقي تغيير الهوية التجارية من الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية شراكو إلى شركة دور للضيافة تعزيز العمل المؤسسي والدخول في علاقات استراتيجية مع شركات عملاقة عالمية عام 2015 وكانت أهم إنجازاتنا فيه إطلاق الهوية الجديدة لفنادق مكارم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع أنتر كونتنانتل العالمية افتتاح هوليدي إن تابوك ضمن شراكة مع أنتر كونتنانتل العالمية تمديد الاتفاقية مع الهيئة العامة للطيران المدني لمدة عشرين سنة لتشغيل فندق مطار الملك خالد عام 2016 تميز هذا العام بتوقيع اتفاقيات الامتياز والتعاون مع شركات عالمية ومحلية ومنها توقيع اتفاقية امتياز مع ماريوت الدولية الإعلان عن فندق كورتيارد وفندق ريزيدنس إن في مدينة ينبع توقيع مذاكرتي تفاهم لتشغيل فندقين بمشروع دار الهجرة بالمدينة المنورة يتم تشغيلها تحت علامة مكارم الفندقية وعلامة كورتيارد من ماريوت وضع حجر الاساس لفندق ماريوت وشقق ماريوت التنفيذية الحي الدبلوماسي الرياض اضافة منتجات عقارية مميزة في الحي الدبلوماسي اسميناه الدار الراقية داراق وفي هذا اليوم نحتفل لأكثر من أربعين عاماً في التطوير والاستثمار في قطاع الضيافة ونعمل يداً بيد مع شركائنا لتحقيق النمو والازدهار اشتركوا في القناة